رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين حلقتنا دلوقتي وهينضمننا من خلال عبليكيشن زوم البوك تيوبر الأستاذ يوسري عفت يوسري عفت هو اللي هيرشح لنا النهاردة أكتر الروايات المشهورة أو أكتر الروايات المحبوبة في الأدب البوليسي مساء الخير أستاذ يوسري مساء النور إزاي حضرتك إزاي حضرتك كله بخير الحمد لله الحقيقة أنه الأدب البوليسي لما بنتكلم عنه بنشوف أنه هو من أكتر أنواع الأدب اللي بتشدق قارق بشكل كبير جداً اللي بتزيد من حماس القارق في الرواية وتحديداً الناس اللي بتعشق الأدب البوليسي الحقيقة أنه فيه ناس كتير جداً بتفرض نفسها على هذا النوع من الأدب تفتكر مين من الأسماء الأدبية المميزة اللي عرفت تنجح فيه النوع ده من الأدب أستاذ يوسري يعني عندنا طبعاً من زمان أسماء كثيرة جداً وأسماء قوية جداً ويمكن من أكتر الأسماء اللي يعني جيل بتاعي ارتبط بيها والجيل اللي قبلية شوية ارتبط بيها وطبعاً دكتور نبيل فاروق رحمة الله عليه يمكن ناس كتيرة كانت بداياتها معايا طبعاً بجانب دكتور رحمة خالد توفيق كان في نوع تاني مختلف لكن كانت دايماً البداية هتلاقيها في الحتة البوليسي دي عند دكتور نبيل فاروق طبعاً وبعد كده جات أجيال كتيرة مختلفة ويمكن برضو في الحفبة الأخيرة ممكن عشرين سنة اللي فاته ظهر الكاتب والسيناريست أحمد مراد بأول أعمال والبدايات كانت مثلاً من فيرتجو لطراب الماس اللي بعد كده شفناها اتحولت في شكل فيلم وكمان فيرتجو اتحولت بشكل مسلسل وتباعاً بقى جيء أجيال جديدة وأجيال حديثة في الأعمال دي وأسماء ابتدت تثبت نفسها بقوة وبقت الناس منتظرة الأعمال بتاعتها حتى الأعمال القديمة اللي ما بقيتش موجودة مثلاً مع دور الناس بقيت الناس تستنيها وتدور عليها يعني في خلال الكامل السنين اللي فاتوا مثلاً طبعاً كمان مش عايزين ننسى أجيال كريستي وهي طبعاً واحدة من أشهر اللي كتبه في الأدب البوليسي أكيد طبعاً إحنا ويننا بنتكلم عن الأدب العالمي فعندنا طبعاً اسم أجيال كريستي عندنا مثلاً أرسر كونين دول عندنا اللي هو مبتكر شخصية تشيرلي كولنز عندنا مثلاً فيه برضو الشخصية بقى يعني دي جات شوية بين الجسد الشخصية اللي هي الشريرة أو اللص شوية اللي هو موريس لجون باللص الضريف بتاعه وشخصية أرسن لجون دي برضو كلها شخصيات الواحد ارتبط بيها ومؤخراً دور الناشرة المصرية بتدت تتبنى أنها تترجم الأعمال دي بترجمات الحياة ممتازة وابتدأ يعرف كمان الجيل الحالي والشباب من الأعمال دي لو ما كانش سبق ليه أعرفها قبل كده لو قلت لحضرتك أسماء للكتب أو أسماء لروايات اللي كتبت في الأدب البوليسي ترشح لنا إيه؟ عندنا مثلاً لو هنبدأ لو هنقول مثلاً في أدب علامي أو أدب مترجم فزي ما حالك قلت مثلاً أجاسة كريستي أنا مثلاً بحبيلها رواية ثم لم يبقى أحداً واحدة من الروايات اللي كانت معقدة شوية في التركيبة بتاعتها في التركيبة البوليسية بتاعتها وفكرة أن أنت دايماً عمال قاعد بتدور عليها على القاتل أو على الشخصية العامية الجريمة دي فدي واحدة من الحاجات اللي كنت بحبها لأجاسة كريستي عندنا كمان برضو من الحاجات اللي وطيفة جداً برضو شوية أدب كلاسيكي في الأدب البوليسي دي تشارلك هولمز دي صدرة عن دار كيان وترجماتها حلوة جداً دي الفكرة بتاعتها هو هنا بيعرفك شوية أو بياخدك شوية مع شخصية تشارلك هولمز نفسه وإزاي الشخص ده بيفكر ومنين جات له فكرة العبقرية في التفكير وتحليل كل البيانات اللي عنده القدرة الغريبة اللي شفناها سواء في القصص بتاعته أو مثلاً شفنا تكسيده في مسلسلات أو في أفلام بيعرفك العبقرية الفزعة دي جات منين؟ جميل برضو من الحاجات برضو اللطيفة بقى اللي جمعت شخصيتين ببعض شخصيتين من الناس اللي امتبع الأعمال دي هيحبوا الفكرة دي هو برضو رواية برضو اسمها أرسن لوبين يواجهت شارلي كولنس فهنا عندنا شخصيتين يعني الاثنين عندهم عبقرية فزة جداً وواحد بيعرف يحقق بشكل كويس جداً وواحد يعني يقدر يقول ليه مجرم أو لس مبتكر جداً فلما الشخصيتين دول يتقابلوا مع بعض إيه اللي هيحصل أو إيه مين هيكسب مين فالمواجهة هنا كانت حلوة جداً في الرواية دي الرواية دي صادرة عن دار الرواق وبرضو بترجمة مميزة جداً ترجمة تستاذة خميلة الجندي برضو واحدة من الأعمال اللطيفة جداً برضو تعتبر من الأعمال الكلاسيكية جميل عايزة أسألك سؤال وبما أن حضرتك أكيد يعني فاهم قوي في الجزئية دي فيه اختلاف ما بين الأدب البوليسي وأدب الجريمة؟ يعني هو شوية الاختلاف مش بيبقى قوي شوية لأن هتلاقي الاتنين يعني نقدر نقول على الاتنين أنه هم واحد؟ آه تحيسوا أنه هم واحد بشكل كبير شوية ممكن الأدب البوليسي ما يبقاش فيه حتة جرائم القاتل بشكل قوي هي إحنا بندور على خل اللغز معين أو مثلاً ممكن تكون سرقة أو اختطاف أو غمود أو فيها شوية نوع من الغمود على قد ما بيبقاش فيها فكرة أن فيه جريمة حدست بشكل قوي بس هما في الاتنين يعني الاتنين في الأول آخر يعتبروا نفس الحاجة يعني مش بيمتصل عن بعض بشكل كبير فترة التمانينات كانت مشهور فيها جداً فكرة الأدب البوليسي وطبعاً سلسلة الرجل المستحيل دي كانت يعني يتربى عليها أجيال وأجيال كلمني شوية عن فكرة قمة المبيعات أو الكتب اللي بتحتل المبيعات في فترة معينة من الفترات شيء ما يتعلق بالأدب البوليسي عندنا مثلاً في القمة المبيعات أو نقدر نقول عليها الحاجات البوليسي دلوقتي عندنا أسامي هي بقت خباصة نقدر نقول عليها هي زي ما حالك كنتم تقولي دي متفوقة أو قدرت تثبت نفسها دلوقتي في مسمى الأدب البوليسي أو دول المحتلين عندنا مثلاً الكاتبة نوها داود مؤخراً عندها أعمال كتير قوي ويمكن آخر رواية لها أنا قرأتها كان اسمها جريمة العقار 47 المميز برضو عندها أنها مش وغدة نفس التيمة بفكرة جريمة أو فكرة أن في محقة معين شخصية هي بتقريدها لا هي بتخلي لك الحدث من أشخاص عاديين هم اللي ممكن يحلوا لغز الجريمة مش شخص أنه هو متميز الحتة دي لا أشخاص عادية طبيعية جداً مجرد أن هم بيحطوا الغاز مع بعض أو بيركبوا فكرة اللغز مع بعض فيحلوا الموضوع فتحسك أنك أنت الشخصية اللي بتشاركي في الحدث دا أيوة كانت معاينة فعلاً قبل كده وتكلمنا عن التفاصيل دي كلها كمان عندنا برضو الكاتب أحمد أصمان عنده رواية اسمها 31 رواية ضخمة جداً ودسمة الجميع فيها أن من هنا هو عمل انطلاقة للشخصية بتاعته وهنا بقى تبنى فكرة أنه يبتكر شخصية الشخصية دي اسمها حيمي مهران إن بسقت من الرواية دي بقى فيها سلسلة منفصلة بتحل قضايا بشكل منفصل لكن المميز هنا أنه هو قدر يعرفنا على الشخصية دي من ماضيها من وقت صغرها لحد ما كبرت وإيه اللي أثر فيها وإيه اللي هيدي لها عنصر التفوق على ناس تانية حواليه كمان قدر يدمج ما بين الشخصية دي وما بين المصر القديمة والفرعنة وإزاي هو كان ممكن يكتسب بعض القوى اللي كان عند بعض المصريين القدماء من حتة الزكاء والحكمة والتفوق في أمور كتيرة جميل جميل أنا بشكرك جداً على وجودك معنا عن طريق زوم إن شاء الله المرة جاية تنوارنا في الستوديو شكراً جداً وأنا تبسطت جداً إن شاء الله المرة جاية تكون في الستوديو بإذن الله إن شاء الله البوكتوبر يوسري عفت كان معنا دلوقتي مشاهدينا عن طريق زوم اتكلمنا معاه عن الأدب البوليسي